سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقائكم في هذا الموجز الإخباري وهذه أبرز عنوينه القضاء يرفع عقوبة البرلماني من 17 مليار إلى 9 سنوات سجن النافذة غرفة الجنايات الاستئنافية تبرئ قيادين استقلاليين بعد اتهامهم بالتزوير وتبديد أموال عمومية وأخيرا النيابة العامة أثلجت صدر والدة اتهام بناني وجريمة القتل الثابتة فك لغز العثور على جثث جندي متقاعد ضواحي وزان في وقت قياسي اعتقال برلماني أس في اتهام المسقي بتهم إفساد العمالية الانتخابية قبل البدء في الموضوع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم التفاصيل غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء مساء يوم الأربعاء رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق زين العابدين الحواس المعروف بمول 17 مليار من 7 سنوات إلى 9 سنوات سجن النافذة ورفعت هيئة الحكم العقوبة التي أدين بها الحواس ابتدائيا في 4 نوامبر 2019 بإضافة سنتين سجنا نافذا في المرحلة الاستئنافية مع مصادرة أمواله المحصلة على حد تقديرها من عائدات عمليات الارتشاء والاختلاس المتهم بها خلال رئاسته لبلدية حد سوالم وتوبع البرلماني السابق عن حزب الاستقلال إلى جانب سبعة أشخاص آخرين ضمنهم رئيس سابق لجماعة بتهم الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغادر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة واعتقل الحواس في يونيو 2017 بعد ضبط مبلغ قدره 17 مليار في منزله حيث تم اقتياده أنداك للتحقيق والاحتجاز قبل الحكم عليه بالسجن النافذ سبع سنوات ومصادرة ممتلكاته في حدود مليار سنتيم في حين قضت المحكمة في حق باقي المتابعين السبعة في حالة صراح بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا سجنا نافذة وسنة سجن نافذة اصدرت محكمة الاستناف بالرباط مساء يوم الجمعة حكمها ببراءة رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي باوي ونائبه عمر حجيرا ورئيس مجلس عمالة وجدة أنقاد لخضر حدوش من التهم الموجهة إليهم من ملف تبديد أموال عمومية بجماعة وجدة هذا وبرأت استئنافية وجدة إلى جانب هؤلاء مقاولين آخرين وموظفين بجماعة وجدة من التهم التي كانت قد وجهت إليهم على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حيث توبع بعوي بصفته مقاولا بإحدى الشركات التي أوكل إليها مهمة تعبيد الطرقات على مستوى جماعة وجدة كما توبع حجيرا وحدوج بصفتهما رئيسان سابقان للجماعة الحضرية بوجدة المعنيون بالأمر قد حكموا سابقا في قسم جرائم الأموال بمحكمة فاس بمدة تتراوح بين سنة وسنتين حبسا نافذة وغرمت مالية تصل إلى عشرين ألف درهم لكل متهم قبل أن يحصل الجميع على البراءة في وقت سابق ثم يتم استئناف القضية مجددا من طرف النيابة العامة إلى أن حصلوا على براءتهم من استئنافية الرباط تنقلت العديد من الصفحات خبر البراءة ومعه صور عبد البيبعوي في صورة تعكس فرحة الساكنة بخبر الصار ويذكر أن رئيس جهة الشرق عبد البيبعوي رسم طريق تيسير بما يلزم من المسؤولية ولعل النهضة التنموية بالجهة خير دليل على السال في ذكره فجأت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحاضرين في جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل الشاب تهام بناني بتأكيدها على أن الجريمة ثابتة وأكد ممثل الحق العام في الجلسة التي عقدت يوم الجمعة أن جريمة القتل بناني تبقى ثابتة مشيرا إلى أنه تم العثور على الرأس مفصول عن الجسم إلى الجانب وجود كدمات في الجسد وأبرز نائب الوكيل العام للملك أن المكان الذي تم فيه تمثيل الجريمة ليس هو نفس المكان للعثور على الجثة مشيرا إلى أن المتهمين بالقتل تركوا المعني بالأمر وغادروا بسرعة وتابع قائلا إن السروال الذي كان يرتديه الضحية بدى ممزقا وقد أعتبرته طبيبات التشريح موضة شبابية مشيرا إلى أن تمزق السروال كان ناتج عن عملية جر وسحل تعرض لها الضحية واستنتج من خلال ذلك أن الضحية تعرض للعنف وطالب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأقصى العقوبات للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشا إلى ذلك استعرض الدفاع المطالب بالحق المدني تفاصل واقعة اختفاء الشاب تهم بناني منذ سنة 2007 مشيرا إلى أنه كان يحتفل رفقة أصدقائه قبل أن يختفي عن الأنظار والتمس من المحكمة إعادة التحقيق في الواقع مع تقديم ملتمس من أجل تحديد مواقع تواجد الآباء عن طريق أرقام الهواتف وقفة تنفيذ الجريمة فيما أعربت والدة الضحية عن ترحيبها بما جاء على لسان ممثل الحق العام وكدى دفاعها في سبيل تنوير المحكمة للوصول إلى الحقيقة وقالت والدة تهم بناني في تصريح لها بعد نهاية الجلسة إن النيابة العامة كانت في مستوى يثلج الصدر ويتماشى مع واقع القضية وكانت تسير في الطريق صوب الحقيقة وهو مقتل تهم بناني وأضافت اليوم سمعنا معطيات من ممثل الحق العام حيث لاحظ تناقضات وتموقعات الهواتف وتضارب أقوال الأطراف مشيرة إلى أن مقتل تهمي كلمة كانت غائبة طيلة سنين وليوم استحضرتها النيابة العامة والدفاع وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل حيث سيتقدم دفاع المتهمين بمرافعته في انتظار الكلمة الأخيرة للمعتقلين وإصدار الحكم في قضية ظلت تستأثر كثيرا باهتمام الرأي العام نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسدردوان بإقليم وزان في وقت قياسي من توقيف ستة مشتبه بهم في تنفيذ جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد صباح يوم الجمعة بعد تعرضه للضرب والجرح المفضل للموت بفضاء السوق الأسبوعي للقرية ووفقا للمعطيات المتوفرة لمصادر موثوقة فإن توقيف المشتبه بهم من متراوحة أعمارهم بين الثلاثين والخمسين جاء بناء على تحريات ميدانية قامت بها مصالح الدرك الملكي وانتهت بتوقيف المشتبهين في هذه الجريمة والذي يرجح أنهم كانوا تحت تأثير الكحون والمخدرات ساعة ارتكابهم للجريمة وتعود تفاصل النازلة حسب مصادر موثوقة إلى خلاف النشب بين المشتبه بهم والهالك بينما كان الأخير يهم باختصار طريقه نحو دوار تمالوس عبر ساحة السوق الأسبوعي ليتطور الأمر لجريمة قتل اهتزت لها ساكنة سيدردوان وقد تم وضع المشتبه بهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار حائحة حالتهم على الوكيل العام للمالك بمحكمة الاستئناف بتطوان علمت مصادر موثوقة أن وكيل المالك بابتدائية أسفي أمر باعتقال البرلماني السابق تهام المسقي بأسفي بتهمة إفساد العملية الانتخابية وحسب مصادر موثوقة فإن وكيل المالك بابتدائية أسفي أمر بمتابعة البرلماني السابق المرشح للانتخابات البرلمانية الجزئية التهام المسقي في حالة اعتقال في انتظار تقديمه على أنظار العدالة بتهمة إفساد العملية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بأسفي وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن المسمى بركات المتهم الثاني ومرشح كذلك للانتخابات الجزئية السابقة بكفالة سبعة آلاف درهم فيما تم منح الصراح لباقي المتهمين الثمانية في ذات القضية ويشار إلى أن التهامي المسقي كان قد توبع بتهمة إفساد الانتخابات الجزئية الأخيرة بعد أن ظهر في شريط فيديو وهو يقتحم مركز للتصويت ويطعن في العملية يوم الاقتراع وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية اتتم ضبطها بحوزته بعد أن وثقها بمفوض قضائي ناهيك عن تهديد المنافسين السياسيين عبر فيديوهات انتشرت كالنار في هشيم في وسائل التواصل الاجتماعي نهاية موجز شكرا على المتابعة وإلى اللقاء